ترعيش خميري هيا رزو ترعيش خميري بناها هيا جمعها سيد أزان تفضل هاي رسالة وصلت بالبريدة شكرا ما شكرا لا عفو أمي أزان في شي مهم أنتوا لازم تعرفوا أزان هراء الطلاق أزان 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 بترشكت إهدى إهدى يا أزان 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 بترشك بترشك إهدى شوي أزان أزان بكفي أزان يا الله أزان 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 أنا أسفي أزان بترجعك تسامحني بترجعك أزان هب تعرفي هذا الحب عجبني كتير على فكرة بس يا حبيبي نور أنت أنت بتقبلي تتزوجيني السيد أزان السيد أزان يطلب الزواج من نور ترى ما جوابها لنشاهد معا ابقوا في بث مباشر من القصر الملكي كان معكم في التعليق السيد عادل لا نور بترجعكي ما توفي بترجعكي هيي شش سكتي لنسمعون نور بتقبلي أنك تتزوجيني ليلي شو هو جوابك أزان بترجعك نور جاوبيني نور نور أحكي نور إيه أزان أنا موافقة لا لا ليش لا نور وفقت على عرض الزواج تبع زوجك أزان عن جد شيء كتير غريب واو مو معقول هلأ هاي رفقتك اللي بتحبيها رح تصير درتك مرة تانية واو عن جد شيء كتير حلو شايرة أزان أزان شايرة شايرة ايه شايرة لازم تضل منيحة لأنك ورقتي الرابحة قاعدل عمي لعب لعبة خطيرة كتير لازم أعمل شيء مشان اكشفه وافضحه يا ريت يا ريت لو بس فيه طريقة لقدر اتوصل فيها مع شايرة يالله شو لازم أعمل اترجعك تساعدني معقول ما في ولا نقطة مي هون لك ليش هيك عم يصير أنا ما رح أسمح له العدل أنه يعمل اللي بتضيع فينا أسان بمجرد أنا ما أطلع من هون رح أحكي لك واشرح لك كل شيء صار أنا بوعدك وضح لك كل شيء ورح تعرف الحقيقة كلها يا الله يا الله دلني شو ساوي إشارة واحدة بس أعطيني إشارة واحدة تحسسني بأنه اللي عم شك فيه هو صح نور رسالة من عادل؟ ليش عم يبعتي رسالة وإن مكانه؟ هي أنا؟ شين؟ شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم يا ترى ليش عادل بعتلي الموقع تابه؟ وليش؟ هو كتب لي حرف الشين؟ هو كتب لي حرفة الشيء في أعادل سير هو كتب لي حرفة الشير هيا هيا رفيتك الغالية اللي عم تتصل ها ها هاي هيا نعم امريني تفضلي نور خانم بشو بقدر اخت ما تقول لي فهمني انت شو اللي بعدتك شو هي المسج عادل يا الله انا بعدت لها لنور وين موقعي ان شاء الله ما اتقل له لها دلالحكي ليش بعدتلي بطاقة دعوة الكترونية يعني انت شو اللي بدك تسبته عم تحكي معي وعلى اساس عملي حالك زعلانة وانت من جوة طايرة من الفرح صح لازم تكوني ممنونة إلي لانه بفضلي انا صار الطريق مفتوح قدامك اكيد بتتذكري السر تبعك ما هيك على كل حال لازم روح انا ومرتي المستقبلية بانتظار تشرفونا لهيك بايا نور صحيح الفرصة قدامك استغلية وعلى فكرة عملتي صح بموافقتك عالزواج بهنيك يا حلوة على هالخطوة الموفقة هاي طيب وانت كيف عرفت؟ حذري كيف؟ قدرت أعرف لحالي إذا أنا بعدت لكم على البيت بطاقة دعوة على عرسنا أنا وشايرة يا ترى أزان بيروح وبيطلب إيدك للزواج جكارة بمرته ولا لا؟ وردت فعلك أكدت لي إنه هالشي صار نفدت وقال لها كانت عرفت رفقتك الغالي على قلبك إنه أنا بكل الأصر الملكي مركب كاميرات مراقبة أنا من قبل كنت شاكة بس هلأ صرت متأكدة متأكدة إنه عادل مركب كاميرات مراقبة بالأصر ما بدك تعرفي شو هو السر ده بعرفيقتك؟ ما بدك تسألي إنه ليش هي وافقت تتزوج من أزان؟ بس أنا مجاية على بالي اسمع كذبك فهمت علي؟ إيه بس قبل ما تحكمي علي شايرة جربي على الأقل تسمعيني وبعدين بتقرري نور بدي تتزوج أزان لأنه فيه سبب مهم كتير ورا هذا الشي ويلي هو إنه لساتة بتحبه لأهزان بتحبه من زمان كتير كمان خراس هاشتك كلام فاضي؟ لا هذا مو كلام فاضي هاي حقيقة بتتذكري يوم اللي أنا ونور رحنا لحالنا عالموعد اللي كان من ترتيبك أنت طبعا بوقتها نور اعترفتلي بها الحكي وقالتلي إنه بتحبه لأهزان فوق كل حدود الوصف تفضلي شوفي بعينك ما بدي شوف أي شي أوكي على راحتك أنا بحبه لأهزان أكتر ما أنت بتتصوري يا شايرة هالشي معلو صحيح أبتان هالشي معلو مصبوط نور شوفي بعينك هالخيانة يا شايرة من أعز صديقاتك للأسف أنا حاسس فيك شايرة شو اللي قصة يا نور شو اللي حابة إنك تقولينا يا نور وأنا كمان حابة بسمعه صراحة أمي حابة إني أحكي معكم بخصوص بخصوص زواجنا إيه أحكي يا نور أنت جاهزة يا بنتي لهذا الزواج إيه يا أمي أنا جاهزة أنا بس بدي إنه يسير الزواج بأسرع وقت ممكن وأنا موافق كمان أوه حلو مشهد مؤسر هالشي مو ممكن يصير نور مستحل تعمل هيك بس أنا طلعت حقير ونور ونور طلعت حقيرة مثلي وهلأ شو رأيك؟ بعد ما شفتي وش نور الحقيقي؟ منيح شو هو المنيح؟ كل هادية اللي عم بصير كل شي منيح نور بتحبها لأعذان كتير وأنا متأكدة إنه رح تدير بال علي صار فيني يموت وأنا مرتاحة وأعذان رح يعيش مع نور بأمان نور من الناس اللي بيموتوا كرمال رفقاته فكيف إذا هي بتحبها لأعذان؟ صدمتيني بكلامك شايرا وعن جد عجبتيني كتير انتي مثال حي للتضحية والفداء بينك وبين الموت شعرة واحدة ومع هيك انتي كتير مبسوطة إنه حبيبك آذان بأمان الله يحميكي من العين هي بتحبه لأعذان وأنا متأكدة إنه رح تدير بال علي فهمت علي؟ انتي شو مفكرة؟ حياة عادل كلها ما فيها إلا آذان ومشاكله مثلا؟ خلطاني اشتركوا في القناة أنا عندي ثقة كاملة بنوري هي ما ممكن تعمل شي غلط صح وافأت على الزواج بس أنا ضده مش هنخلي عادل يحس أنه خطته ماشية مثل ما بده وهلأ رحاول بأي طريقة أن يلاقي شايرة رسالة تحديد الموقع اللي انبعتت من تليفون عادل كان فيها شين بالأخير وبتوقع أنه هي شايرة وهذا المكان كأنه مكتير بعيد من هون لازم نروح لهنيك وفوراً نور هذا هو فستان عرسك يسيل أشوفه لو سمحتي بس أمي أنا في عندي مشوار كتير ضروري بكرة رح نعمل العرس نور لهيك من هلأ لوقتها الأحسن ما تروحي لمحل آزان مانو بحالة منيحة وأنا ما رح أقدر دير بالي عليه لحالي أنا لازم لاقي طريقة لحتى أطلع فيها من هون لأنه إذا ما رح تكفيني أعرف إذا شايرة موجودة هناك موسيقى 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 موسيقى